وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد العلى نايب الأولي رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته اليوم إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة تلقاها سموه من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي تعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية وبرئاسة صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة وكان في استقبال سموه حفظه الله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيزة لسعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي شيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المستقبلين وصرح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء لدى وصول سموه للرياض قائلا يسعدني أن أقوم بزيارة بلد الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة والالتقاء بأخي العزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة الشقيقة والمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 إن هذه الزيارة فرصة طيبة لنا ننقل خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ولي أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد وتمنيات جلالته بكل التوفيق والنجاح لأعمال مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 إننا في مملكة البحرين ننظر بعين الفخر والاعتزاز بما يربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية وتعاون وثيق وبدورها المبادر دائما نحو تأكيد مكانة المنطقة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز المنجزات التنموية التي يعم خيرها على الجميع إلى جانب جهودها في دعم ركائز الاستقرار والأمن باعتبارهما أساس التنمية والازدهار نشارك أشقائنا في المملكة العربية السعودية نجاحاتهم المتواصلة على مختلف الصعود وما منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 إلا نتاج رؤى متميزة حيث استطاع المنتدى أن يحقق سمعة دولية مرموقة منذ انطلاقته ونتطلع بكل ثقة إلى النجاح الذي سوف يتحقق لهذا المنتدى ومردوده الإيجابي على مسارات التنمية والاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكافة دول المنطقة متمنين للشقيقة الكبرى كل تقدم وازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله هذا ويرافق صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء قد غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن عصر اليوم متوجها إلى الرياض للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018